بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 23 معكم وعلمتكم العنود ناصر يعتبون ورحبوا أستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون درسنا عن تفاعلات الأكسدة والاختزال نحن في الباب الثاني وصلنا إلى الدرس الرابع تفاعلات أخرى للمركبات العضوية درسنا في الحصة الماضية تفاعلات الإضافة وتدريبات اليوم سيكون تفاعلات الأكسدة والاختزال وتدريبات كذلك الكمياء في واقع الحياة الهيدروكربونية العطرية المتعددة للحلقات وسنتحدث عنها إذن في الدرس الرابع في تفاعلات أخرى للمركبات العضوية سيكون الفكر الرئيسي تصنيف تفاعلات المركبات العضوية يجعل توقع نواتج التفاعلات هنا لدي أسحل تصنيف تفاعلات المركبات العضوية إلى أحد الأنواع الخمسة وهو الهدف الأول الاستبدال الإضافة لحذف الأكسدة والاختزال سيكون من واندرسون لهذا اليوم الهدف الثاني تستعمل الصيغة البنائية لكتابة معادلات تفاعلات المركبات العضوية وفي الحص القادم سيكون الهدف الثالث وهو توقع نواتج تفاعلات المركبات العضوية المحفز ومادة تزيد سرعة التفاعل الكيميائي بخفض طاقة التنشيط ولكن دون أن تستهلك في التفاعل مثلا على ذلك الأنزيم بالنسبة لمفرداتنا الجديدة لهذا اليوم هي الأكسدة والاختزال إذن تصريف التفاعلات وصلنا فيه إلى الأكسدة والاختزال وهنا يمكن تحويل كثير من المركبات العضوية إلى مركبات أخرى عن طريق تفاعلات تسمى بتفاعلات الأكسدة والاختزال فما المقصود بالأكسدة والاختزال وأيضا يتضمن كل تفاعل الأكسدة واختزال عمليتي أكسدة واختزال ويمكن وصف تفاعلات الأكسدة والاختزال في المواد العضوية اعتماداً على التغير الذي حدث هل الذي حدث لها أكسدة أم الذي حدث لها اختزال إذن هنا على حسب نوع التفاعل سنصنفها ونوصفها الآن لنقارن بين التفاعل الأكسدة والاختزال طبعاً الأكسدة تعرفها هو عملية فقدان الإلكترونات أكسدة عملية فقدان الإلكترونات الإختزال عكسها ستكون عملية اكتساب الإلكترونات طيب متى أقول أن هنا حدث لأكسدة ومتى سأقول أن هنا حدث لاختزال إذا كانت عملية فقدان الإلكترونات وهنا تأكسدت المادة ولكن اكتسبت الأكسوجين اكتسبت الأكسوجين إذن سأقول أنه حدث له عملية أكسد إذا فقد الهيدروجين عندما يتأكسد سنقول أنه هنا تأكسد إذن اكتساب أكسوجين أو فقد هيدروجين يصبح أكسد الاختزال العكس فقدان الأكسوجين واكتساب الهيدروجين إذن هو اختزال نعيد مرة أخرى عند اكتساب الأكسوجين أكسد عند فقدان الهيدروجين أكسد فالاختزال عند فقدان الهيدروجين اختزال وعند اكتساب الهيدروجين اختزال من أين يأتي مصدر الأكسجين في هذه التفاعلات؟ من مصادر مثل أكسيد النحاس الثنان طبعا النحاس عدد الأكسجين له موجب 2 والأكسجين سالب 2 أصبحت هنا المحصلة 0 إذن الصيغة له CuO أو ثاني كرومات البوتاسيوم أيضا موجود فيه الأكسجين طبعا البوتاسيوم هنا موجب 1 لاحظ يوجد لدي 2 إذن هنا موجب 1 وموجب 1 أصبح 2 الكرومات هو سالب 2 فأصبح هنا لدي تساوف المحصلة إذن ثاني كرومات البوتاسيوم هو الكي تو سي أر 2 أو 7 أيضا هنا مصدر للأكسجين المصدر الثالث كذلك الكيبريتيك الكيبريتيك هو الـ H2SO4 الهيدروجين موجب 1 يوجد لذير روتين والكيبريتات هو سالب 2 فأصبحت المحصلة 0 إذن صيغة هنا نسترجع معلوماتنا في الدروس الماضية التي اتخذناها في المراحل السابقة إذن هنا H2SO4 وهو يسمى بحمض الكيبريتيك إذن مصادر الأكسجين من عدة مركبات يكون فيها موجود الأكسجين أول نوع من تفاعلات الأكسدو والاختزال وهو تحويل الألكانات إلى كحولات تحويل الألكانات إلى كحولات كيف يتم ذلك؟ لاحظ لديه ميثان ميثان CH4 وانظر الآن الأكسجين يدخل بين الكربون والهيدروجين يدخل موقعه هنا سيكون بين الكربون والهيدروجين إذن أصبح CH3 OH فتحول الميثان إلى ميثانول تحول الميثان إلى ميثانول إذن تحول الألكان إلى كحول عن طريق الأكسدة وهنا اكتسب أكسجين اكتسب أكسجين إذن هذا النوع الأول فسر ماذا حدث للميثان عندما تفاعل مع مصدر الأكسجين قلنا أن الأكسجين دخل بين الكربون والهيدروجين فتأكسد المركب فأعطاني الميثانول إذن حدثت أكسدة للميثان لماذا؟ نحن قلنا عند ابتساب الأكسجين يحدث أكسدة إذن وتحول بعد ذلك إلى الميثانول ما هو الميثانول؟ هو مضيب صناعي عام وهو مادة أولية لصنع الفرمالدهايد وإستارات الميثيل الآن أنظر للنوع الثاني من تفاعلات الأكسدة والاختزاء الحصول على الضهدات والأحماض الكربوكسلية من الكحولات الحصول على الضهدات والأحماض الكربوكسلية من الكحولات لاحظ بماذا بدأت؟ بدأت بالكحول الميثيلي أو الميثانول لاحظ الآن في المكتوب على السهم أكسدة وحذف هيدروجين إذن لاحظ هنا حذف الهيدروجين حذف جزء هيدروجين إذن نحن قلنا إذا فقد هيدروجين معنات أنه أكسدة ماذا سيحدث؟ الرابطة سترتد ستعطيني رابطة ثنائية إذن الميثانول يتحول إلى الميثانال أو الضهيد يصبح الضهيد لاحظ الرابطة الضهنائية هنا أصبحت موجودة إذن أصبح ميثانال أو فورمل ده طبعا الميثانال أستطيع تحويله إلى حمض كيف؟ أكسدة إذن سأضيف سأضيف اللي هو أكسوجين الآن أنظر الأكسوجين أين سيدخل؟ بين الكربون والهيدروجين لاحظ أنه هنا ستتم عملية أكسدة ماذا سيعطيني؟ الميثانال سيعطيني حمض الميثانويك لاحظ الموجود هنا وح هنا كان ح فقط إذن تأكسدة الميثانال وأصبح حمض الميثانويك هنا اكتسب أكسوجين إذن حصل له أكسدة هنا فقد هيدروجين إذن حصل له أيضا أكسدة الآن أنظر أريد تحويل الميثانويك إلى مركب آخر عن طريق أيضا الأكسدة ولكن هنا سأحذف هيدروجين سأحذف هيدروجين إذن حذف جزء هيدروجين ماذا سيحدث في الرابط؟ الرابطة سترتد ستعطيني رابطة ثنائية بين الكربون والأكسوجين في الطرفين سيعطيني مركب الحمض الميثانويك عندما تحدث له عملية أكسدة وحذف هيدروجين سيعطيني الثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون إذن أكسدة الميثانول الذي فتم في البداية يعد الخطوة الأولى لتحضير مجموعة خطوات من ضمنها مثلا تحضير الألدهيد بعد ذلك تحضير الميثانويك ثم إنتاج ثاني أكسيد الكربون عند تحضير الألدهيد الاستمرار كذلك في الأكسدة يتحول الألدهيد إلى حمض كربوكسيدي أكسدة الكحولات تعطيني ألدهيدات لاحظ هنا البروبانول واحد بروبانول واحد بروبانول لاحظ واحد يعني عند ذرة الكربون الأولى طبعا بروبان هنا ثلاث ذرات كربون فهنا لدي بروبانول الوجود اللي هو الـ OH إذن هنا أكسدة إضافة إضافة هنا للأكسوجين ولكن قبل الأكسدة لابد أن نحذف جزء ما لابد أن نحذف جزء ما لاحظ هنا حذفنا جزء الماء فأصبحت المسار مفتوح أمام الأكسوجين أصبح المسار مفتوح أمام الأكسوجين حتى يتأكسد المركب إذن سترتد الرابط ستصبح الرابطة مهيئة للأكسوجين سيعطيني رابطة ثنائية مع الأكسوجين وتكون البروبانال وهو لاحظ أنه هنا انتهى بهيدروجين إذن هو الديد إذن تحول الكحول الأولي إلى الديد وهو البروبانال بالنسبة لتحويلها أو الحصول على الكيتونات من الكحولات الكيتونات طبعا لا بد أن تكون ذرة الكربونيل في الوسط يعني يكون مع اليمين وعن يسار كربون كربون إذن سنحتاج إلى ثنين البروبانال يعني أن الهيدروكسيل ستكون في ذرة كربون وسطية بين كربون وكربون الآن أنظر حتى نحولها إلى مركب المرات تحويله لابد أولا أن نحذف جزء ما إذن نحذف جزء ما حتى نهيئ الطريق أمام الأكسوجين فسترتد الرابطة وستتكون الرابطة ثنائية تم بعد ذلك يدخل الأكسوجين ويعطيني ثنين بروبانون ثنين بروبانون إذن تحول الكحول ثنين بروبانون إلى ثنين بروبانون وهو كيتو حدد واستعمل الجدول ثلاثة عشر ثنين لتحديد الناتجين محتملين عند استمرار أكسدة الألدهيد ماذا حدث عند استمرار أكسدة الألدهيد؟ هذا هو الألدهيد الفورمالدهارد ميثانال حدثنا عملية أكسدة فتحول إلى حمض الميثانويك وهو الناتج الأول ثم أيضا حدثت حملية أكسدا فتحول إلى ثاني أكسيد الكربون إذن الناتج الأول الإجابة على هذا السؤال حمض الميثانويك والناتج الثانوي هو ثاني أكسيد الكربون الآن هل جميع الكحولات ستعطيني حماد كربوكسلية عند تحويلها؟ قارن بين أكسدا 1 بروبانول و2 بروبانول هذا الواحد بروبانول كحول بروبانول أما ماذا سنفعل؟ سنحذف جزء ما هذا جزء ما حذفنا جزء ما ونضيف بعد ذلك الأكسجين أعطاني بروبانول وهو ألدهيد سأقوم بإضافة الأكسجين حتى أحوله إلى حم إذن أعطاني حمض البروبانويك إذن انتبه للتسمية كحول بروبانول هنا بروبانول ألدهيد هنا حمض البروبانويك حم إذن من كحول بروبانول إلى حمض البروبانويك إذن الكحولات الأولية ستعطيني الظهيدات الظهيدات ستعطيني أحماض ماذا عن عندما أكون كيتون؟ هل ستعطيني أيضا أحماض أم لا؟ إذن عند كحول 2 بروبانول طبعا الكيتون لابد أن تكون الهيدروكسيل في ذرة وسطية بين ذرتين بين R و R حتى تعطيني كيتون فلا ينفع أن يكون فيه مثل المركبة الأول نحذف جزء ما بعد ذلك أضيف الأكسجين سيعطيني 2 بروبانول لا مشكلة إلى الآن تكون لدي كيتون إذن الكحول 2 بروبانول تحول إلى 2 بروبانول وهو كيتون لكن لن يعطيني حمض كربوكسيلي بسهولة إذن نتج كيتون والكيتونات لا تتأكسد بسهولة إلى أحماض كربوكسيلي لأن هنا العدد قليل بالنسبة لذرات الكربوكسيلي إذن الكحولات الأولية تتحول إلى الظهيدات الظهيدات تتحول إلى أحماض كربوكسيلي الكحولات الثانوية تتحول إلى كيتونات الكيتونات لا تتأكسد بسهولة إلى الأحماض هل تتأكسد جميع الكحولات إلى الظهيدات ومن ثم إلى أحماض كربوكسيلي؟ هذا السؤال المطروح الآن إذا تتأكسد الكحولات الأولية لحمضها الكاربوكسيلي مروراً بالأضهيدات بسهولة بالنسبة للكحولات الثانوية تنتج كيتون الكيتون لا يتأكسد إلى أحماض كاربوكسيلية لعدم موجود السبب الرئيسي فيها لعدم موجود درة هيدروجين تكون طرفية أكتب معادلة تكوين حمض البروبانويك هذا هو حمض البروبانويك طبعاً من البروبانال وعملت عملية أكسد له وبعد ذلك أنتج لحمض البروبانويك بالنسبة لأكسدة الكيتونات حتى لا توسع قليلاً فيها أكسدة الكيتونات البسيطة وبسيطة العدد في الكاربونات هنا تعتبر عملية صعبة حيث تأكسد الأسيتون وهو عدد درات فيه كاربوان ثلاثة ببطء شديد عند تفاعله مع برمنغينات البوتاسيوم أو بوجود مثلاً الكرومات الهيدروجين على الساخن ولكن بالنسبة للسلاسل الطويلة غير المتماثلة تكون عملية الأكسدة هنا قوية بالنسبة للكيتونات جيدة وتعطي خليطة من الأحماض الكاربوكسيلية لاحظ هنا السلسلة الطويلة لاحظ أن هنا سيكون لدي ناتجين والناتج الأول عبارة عن حمض كاربوكسيلي والناتج الثاني عبارة عن حمض كاربوكسيلي أيضاً بالأسفل ستكون لدي منتجات إذن الأكسدة الكيتونات بالنسبة إذا كانت بسيطة ستكون صعبة إنما إذا كانت السلاسل الطويلة ستكون بالنسبة لها جيدة وقوية ما همية تفاعلات الأكسدة والاغتزال؟ أولاً تفاعلات الأكسدة والاغتزال لها القدرة على تغيير مثل ما شاهدنا مجموعة الوظيفية إلى مجموعة أخرى سنستطيع تحويل من مركب إلى مركب آخر يستعمل الكيميائيون لتحضير مجموعة هائلة ومتنوعة من المنتجات النافعة ماذا سنستعمل؟ سنستعمل تفاعلات الأكسدة والاغتزال أيضاً تفاعلات الإضافة والاستبدال حتى تعطيني منتجات متنوعة جميع أنظمة المخلوقات الحية تعتمد على تفاعلات الأكسدة إذن هي مهمة أيضاً للكائنات الحية بالنسبة لتفاعلات الاحتراق تفاعلات الاحتراق هي نوع من أنواع تفاعلات الأكسدة والاغتزال كيف يتم في تفاعلات الاحتراق؟ ماذا يحدث؟ يحدث احتراق للمركبات العضوية هنا تحتوي على الكربون وهيدروجين والمطلوب وجود كمية كافية من الأكسوجين حتى يتم ما هي النواتج في هذا التفاعل؟ النواتج هو الثاني أكسيد الكربون وأيضا الماء ما نوع التفاعل؟ لاحظ في هذه المعادلة هنا المعادلة لدينا لاحظ الإشارة سالب 3120 كيلوجول إذن السالب هنا سنقول أن نوعه طارد للحرارة هنا ربط به المراحل السابقة والدرس السابقة ما الفائدة منه؟ ما الفائدة منه؟ عندما تقوم الدول بحرق هذه المركبات إذن ستعطيني طاقة هي مصدر للطاقة إذن تعتمد معظم الدول على احتراق المواد الهيدروجربونية ستصفها أنها مصدر للطاقة نلاحظ هنا مثال على احتراق المركبات الهيدروجربونية لدينا احتراق مع الأكسوجين سيعطيني ثاني أكسيد الكربون والماء وأيضا سيقوم بطارد حرارة مقدارها 3000 سالب 313 و120 كيلوجول ننتقل بعد ذلك إلى الكيمياء في واقع الحياة الهيدروجربونات العطرية المتعددة الحلقات الجزئات البيولوجية لاحظوا الصورة لاحظوا الصورة يرمز إلى الهيدروجربونات العطرية المتعددة الحلقات بالرمز بي اي اتش اس هنا تم العثور عليها في النيازك وأيضا في المادة المحيطة بالنجوم الميتة نتيجة لمحاكاة العلماء على الظروف في الفضاء تبين أن حوالي 10% من هذه المادة يتم تحويلها إلى كحوم وأيضا كوتونات وأيضا استراد ويمكن استعمال هذه الجزئات لتكوين المركبات التي تعد ذات أهمية للأنظمة البيولوجية ننتقل للتقويم اكتب عن يمين كل وصف في العمود A رمز من نوع التفاعل المناسب له من العمود B ذرة أو مجموعة ذرات يحل محلها ذرات أو مجموعة أخرى يحل محلها يحل محلها إذن هو إحلال ذرة أو مجموعة ذرات يحل محلها الBRCL لاحظ أنه حدد إذن مباشر سأقول أنه الهلجنة لأنه لديه هلوجينات إضافة روابط إضافية بين ذرتين كربون متجاورتين بحذف ذرتين كانتها مرتبطتين بذرتين كربون متجاورة حذف ولدي ذرتين متجاورة إذن سأقول حذف هو الحذف حذف ذرات الهيدروجين إذن حذف هيدروجين حذف هيدروجين وهو F إزالة الذرات التي تكون الماء إذن أحاذف الماء 6- إرتباط ذرات أخرى بذرتين كربون المرتبطين بروابط ثنائية أو ثلاثية إضافة 7- إضافة جزئات لتكوين جزئ أكبر مع فقدان جزء صغير اللي هو التكاثر ضع دائرة حوله رمز أفضل إجابة لحل الأسئلة ما نواتج تفاعل حذف الماء عندما يكون الإيثانول متفاعل حذف الماء والإيثانول هو متفاعل إذن حذفت من الإيثانول اللي هو ماء إذن سيعطيني إيثين وماء ما ناتج تفاعل هذه درجة البروبين كان بروبين يعني ألكين وأضفت له هيدروجين إذن سيعطيني بروبان إذا تفاعل الإيثين والكلور لتكوين واحد واثنين ثناء كلورو إيثين واحد واثنين إذن إيثين أضفت له كلور وتكوين واحد واثنين ثناء كلورو إيثان فما نوع هذا التفاعل أضفت له إذن إضافة هنا ما نوع التفاعل الذي تمثله المعادلة أدناه التي تحتوي على الصياغ طبعا لاحظ هنا وجود الفلور وفي المركب النواتج لا يوجد الكرور التحول إلى رابط ثنائي من رابط أحد إلى رابط ثنائي إذن حد ما نوع التفاعل الذي يحدث عند تحويل دهن غير مشبع إلى مشبع فأضفت له هيدروجين إذن هيدروجا إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا تفاعلات الأكسادة والاختزال تدريبات والكيمياء في واقع الحياة الهيدروكربونات العطرية المتعددة للحلقات بالنسبة للنشاط المنزلي فاستر سبب عدم تكوين الأحماض الكربوكسيلية من الكيتونات لماذا لا تتكون الأحماض الكربوكسيلية من الكيتونات في حين أنها تتكون من الألدهدات فاستر السبب في ذلك إلى هنا طول الله بنصر النهاية الدرسي من هذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته